تحياتي لك اللي عم بتابعونا عبر موقع فوشيا بفقرة الأبراج وتوقعاتنا للـ 2023 لسنة الـ 2023 ومين من الأبراج اللي ممكن أنه أول ست شهر من السن يكون الأوضاع الفلكية عنده مريحة ومين من الأبراج اللي رح تختم عليه سنة الـ 2023 بمشاكل مولود برج القوس بالـ 2023 رح تكون فيها محتار بأمرك ورح تدخل بنقاشات جدية إلى علاقة بحقوق قديمة مع عيلتك أو مع جهة معينة ورح تتخطى مرحلة الاستنتاجات السطحية باتجاه فهم التفاصيل العميقة قبل البدء بالتنفيذ لكينا كمان ما ننسى أنه الـ 2022 كانت صعبة على القوس مثل ما حكينا صحيا كان عم بعاني من مشاكل صحية كتير كبيرة وكان كان عم بعاني كمان من تشويش عاطفي وتشويش آمهني بالـ 2023 عزيزي القوس رح تحصل على نتيج مهمة وحلوة وتوقع تغيير شامل بالكتير من الإجراءات مقابل الجهد يلي أنت رح تقدمه في العمل كمان مثل ما قلنا لك فرصك تبدو ممتازي لتصحيح الأخطاء السابقة فما تشكك أبدا بقدراتك وقاتل حتى آخر نفس عاطفيا ما انتهت الأمور مع الشريك بشكل مفاجئ بالنسبة للطرفين وخصوصا أن الأمور وصلت لنقطة اللاعودة عند الأغلبية منكم بالـ 2022 ولكن 2022 رح تكون فيها متفائل وخصوصا بالأشهر الأولى من السنية اللي بتحمل معها الأفضل إلك وما ننسى العبور السنوي عندك يلي رح يكون مميز من ناحية الاستقرار العاطفي هاي دي النقطة بحب وضحها كمان على كتار من الأشخاص مثل ما قلنا أنه القوس كان عم يعاني من مشاكل عاطفية من فراء من جفة من بعد من اهتزاز عاطفي من توطر بالعلاقة ولكن شهر 12 اللي نحن هلأ فيه شهر 12 اللي هو ديسمبر 2022 أعطى كتير ارتياحات لمولود برج القوس أنه ياخد قراره بالعاطفة يعني أمام نهايات وبدايات لكان الأشهر الأولى من السن المقبلة رح تكون أفضل وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات العاطفية لكن مثل ما قلنا أنه 2023 أنت قادم على مرحلة مهنية تبدو رائعة جدا وممتازة فيكن تحكوني على 0961-777-886 والرقم الثاني اللي هو 0961-777-886 خدمة تطبيقات الواتس أقوال إيمو مفتوحة ومتوفرة قدامكم للتواصل معي وكمان مفتوح بعض الأسئلة لنرد عليها مجانا نتظلكم بألف خير وبي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر